قدمت منظمة الصحة العالمية هذه الأدوية لوزارة الصحة العامة عبر المركز الصيدلي للأدوية هذه الكمية من الأدوية بعضها للمصابين بكوفيد 19 والبعد الآخر لعلاج مرضى المالاريا مدير المركز الصيدلي للأدوية قدم الشكر لمنظمة الصحة العالمية على تقديم هذا الدعم أما ممثل منظمة الصحة العالمية جام بوسكو قال إن المنظمة ستقف مع دولة كاد لمحاربة الأمراض الوبائية وخصوصا مالاريا الذي يشكل خطرا على البلاد أمين الدولة في الصحة العامة جدي أدي سودي قال إن تقديم هذه الأدوية من قبل منظمة الصحة العالمية للقضايا على المالاريا يعد في غاية الأهمية هذا وقد تم التوقي على محضر التسليم والتسلم لهذه الأدوية وننوه إلى أن القيمة المالية لهذه الأدوية تقدر بأكثر من 219 مليون فرانكا سيفا اشتركوا في القناة